شرطة كلكم؟ طب احنا اليوم جينا نعمل لكم مفاجأة ونزوركم في المدرسة في الطابور الصباحي وخصوصا لانه في الإذاعة المدرسية اليوم في عندكم نشاط عن المرور انا استراحة انبهرت فيكم من كدما انتم منظمين ومن كدما انتم مرتبين ومن كدما انتم شاطرين وهذا الاشي باكس كدش ان المدرسة مدير المدرسة والمعلمات المعلمين لا يريد بالهم عليكم وكديش انتم كمان بتحبوا النظام وانا بقول اللي فيه الشعب اللي فيه ابصال زيكم انتم بنظامكم وبترتيبكم عمره ما رح ينزم الفرقة طبعة في الشرطة الصغيرة عندكم الفرقة بتجند الفعاليات تبعاتكم كمان بتجند ورح اكيد رح يكون فيه اشياء مفاجآت لهم كمان لقدام بس احنا الرسالة تبعاتنا دايما نقول انه ديروا باركم مع حالكم انتم ماشيين بالطريق انتبهوا من يهلة انفسكم اقطعوا الطريق بطريقة صحيحة بس عشان اعد المعلومة حكوها الشرطة الصغيرة دايما لما اجي اقطع الشارع اول اشي بطلعش على اليمين اول اشي بطلع على الشمال فعشان تحفظوها بتترددوا معاي كلكم انه انا لما اجي اقطع على الشارع بانظر شمال يمين شمال مش يمين شمال اول اشي على الشمال بانظر لانه دايما انا بقطع الشارع تكون اللي سيرات اول اشي على جهة الشمال فبنا نردد مع بعض كلياتنا شمال يمين شمال كمان مرة كمان مرة احفظوها قاعدة دايما انا بجي اقطع الشارع دايما بانظر الى جهة الشمال وبعدين اليمين بعدين على الشمال كمان مرة وزي ما حكت ازميلتكم الشرطية الصغيرة انه لما اجي بقطع الشارع كمان اخطي المشاه اذا اتوفر ودايما بقطع بحضر ومش برضو ولب فنس الوقت بمشي بشكل بطيء اللي اعرض حالي للحضر كتير انا حبيت الاشي اللي عملو ساملاتكم وان شاء الله يعني راح يكون فيه اشياء في المستقبل اشياء كثير تبسطكم كلكم يعطيكم العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ت ABX اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أمو الشلطين فعند انتظار الحافلة المدرسية يجب ان انتظر الحافلة في مكان بعيد مؤمن عن الشارع ولا نعلم الشارع أثناء انتظار الحافلة عندما تصل الحافلة انتظرها حتى تتوقف وعندما تتوقف الحافلة أقعد إليها بشكل ملتب ومعظم وعلينا تجنب التدافع حتى نحافظ على سلامتنا لا تغسر لا تغارب فسأردكم من أهات أولياتنا والآن سأوزركم ولكن سأعود بنذير من المطارح والإرشادات القنونية كان باكم الشرطية ديايا من غرفة الولون من مدرسة حالث الأساسية بإشراف العلم الصبرين إلى اللقاء لا تنسوني